اشتركوا في القناة والاقتصاد الاندونيسي وعدد من المسؤولين المعنيين بهذا الشأن وأشار سعادة الوزير لأن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين دخول الزوار والسياح إلى البلاد بكل سهولة ودون أي عوائق ورفعت مستوى التنسيق الحكومي الصحي بين مختلف بلدان دول الخليج لاعتماد شهادات التطعيم واختتم الوزير الزياني بالتأكيد على أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض تقوم بدور رقابي على المنشآت السياحية معربا عن أمله من المجتمع المحلي التعاون وزيادة الوعي ليكون جزءا فاعلا في هذه العملية ويتصرف بمسؤولية بما يخدم الصالح العام وحول مساهمة طيران الخليج في تطوير المنظومة السياحية ذكر سعادة الوزير أن الشركة كانت تنوي إطلاقها ثمان وجهات سفر جديدة خلال العام الماضي إلا أن الظرفة الاستثنائية العالمي حالة دون ذلك وسيتم إطلاقها بصورة تدريجية في المستقبل القريب ترجمة نانسي قنقر